من محور هذه المحاور بتترجم حرص الحكومة على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتيسير وإتاحة الفرص الاستثمارية الصناعية وكل ده من خلال توسعة نشاط النطاق الصناعي إقامة مشروعات جديدة التوسع في مشروعات قائمة تيسيرات بشكل عام كل ده علشان يترجم في الآخر الصناعة الحقيقية نفتخر بيها نصل لمنتج صنع في مصر نصل في توفير فرص عمل نزود معدل صدراتنا أكتر من نتيجة إيجابية هتكون نتيجة الإجراءات اللي الحكومة اتخذتها لتيسير المناخ الاستثماري الصناعي بشكل عام إذا سمحتوا لي أنا عايزة أبتدي أتكلم على عدة نقاط ولكن سبتدي بمحور هام جدا وهو ميت إجراء سبق لمعالي دولة رئيس مجلس الوزراء نشكل لجنة اللجنة دي كانت برياسة التجارة والصناعة ولكن كان معانا أكتر من 18 جهة من جهات الدولة كان الغرض منها إن احنا نشوف كل المشاكل وكل التحديات اللي بتقابل الصناعة بشكل عام كان الغرض من هذه التحديات إيه؟ إن أنا أرصدها ونشوف طرق حلها ونشوف هل هو ده يتناسب مع متطلبات القطاع الصناعي ولا هم ليهم رأي آخر فكان مش مجرد اللجنة من جهات حكومية ولكن كان ممثل معانا فيها كل الغرف والتحاد الصناعات وكمان كان فيه ممثلين لرجال أعمال في قطاعات مختلفة كان الغرض إن احنا نشوف إيه المشاكل إيه التحديات وما يقابلها من إجراءات مطلوبة لنا خلصت هذه اللجنة إن أنا عندي مئة إجراء لو أنا عملتهم هذه الإجراءات تحفز منخل الصناعة جبنا الإجراءات دي وصنفناها لقينا إنهم فيه 47 إجراء قصير المدى 35 إجراء متوسط المدى و18 طويل المدى تدينا إن احنا نشتغل على هذه الإجراءات نوسعها على الوزرات والهيئات المختصة اجتماعات بشكل مستمر نشوف إيه الإجراءات اللي ممكن تخلص بسرعة إيه الإجراءات اللي محتاجة إجراءات أخرى محتاجة تنصيق معظم هذه الإجراءات ما هيش بتبقى اختصاص وزارة بعينها ولكن بيكون نتيج أكتر من وزارة وأكتر من جهة المهم إن احنا نصل للنتيجة الفعلية المئة إجراء زي ما أنا وضحت 47 قصير 35 متوسط 18 إجراء طويل أجل الحمد لله إحنا قدرنا إن احنا ننتهي من 81 إجراء 81 إجراء ما بين هذه الإجراءات كلها انتهينا منهم كلهم يدوا نتائج إيجابية لتحسين مناخل استثمار الصناعي هناك بعض الإجراءات هم 19 إجراء ما زالوا متبقيين ولكن 19 إجراء منهم إجراءات إلى حد ما محتاجة حاجات طويلة للأجل شوية لأنها لها علاقة بالتعديلات والتشريعات فدي بتاخد كثير من الدراسة وبتحتاج كثير من المراحل علشان نقدر نصل بها لعرضها على مجلس النواب وإن احنا نتوافق عليه لو سمحتوا لي إن أنا عايزة أتكلم في نموذج لبعض الإجراءات اللي احنا أخدناها واللي هي من 81 إجراء إن احنا من ضمن المشاكل وأنا دي هتكلم عليها بشيء من التفصيل إجراءات البت في طلبات تخصيص الأعراضي الصناعية وموضوع الأعراضي الصناعية ده كان من الملفات لكل رجال الصناعة أي أن كان المستوى الكبير وصغير كان دايما إنه هو بيبقى فيه تعليق عليه إنه مفيش فيه وضوح في الإجراءات مفيش سهولة في الإجراءات وأنا لو سمحتوا لي أنا هتكلم عليه بشيء من التفصيل إن احنا ندرج المجمعات الصناعية على الخرطة الاستثمارية وده تم إن احنا نعمل مادة مبادرة للسداد الفوري لمستحقات المصدرين إن احنا ندرج صناعة السيارات وصناعات الإلكترونية فيه برنامج ربط الأعباء التصدرية وده المطلب كان هامي جدا من كل المستثمرين إنشاء وحدة لدراسة مشاكل المستثمرين ودي تم إنشاءها دولة رئيس مجلس الوزراء ووجه بإنشاءها تحت في مجلس الوزراء برئاسة مساعد رئيس الوزراء وهذه اللجنة بيجي لها كل مشاكل المستثمرين ولكن على الجنب الآخر هي مشكلة في كل وزارة وإحنا منهم مزارة التجارة والصناعة لجنة فنية أنا عندي لجنة مختصة من ممثلين لكل الجهات والهيئات بحيث إحنا ما بنعرفش بقى إن إحنا نقدر نحله بالتنصيق ما بيننا لازم نرفعه للجنة في مجلس الوزراء على الأساس إن إحنا نصل لحلول واللجنة دي بتنعقت بشكل أسبوعي وبصراحة نتائجها في الفترة اللي فاتت نتائجها إيجابية جدا وأنا الكلام ده بتكلمه نتائج إيجابية نتائجاً عن رد الفعل من رجال الأعمال ومن قطاع الصناعة كان من دمن الإجراءات اللي كانوا يطالبوا بيها إن إحنا نعفي المشروعات المتوسطة والصغيرة تبشتغل في القطاع غير رسمي من كافة الدرائب السابقة وإيقاف أي قضايا في حالة إنهم دخلوا توفيق أوضاع نفعل المعاملة الضريبية بنظام الضريبة المبسطة نماكن إجراءات المواني وداتم نفعل نظام المشحنات المسبق بالمواني نتوسع في إنشاء فروع للبنوك في المواني البحرية نبتدي إن إحنا نعمل تيسيرات جديدة لتشجيع المستثمرين خاصة في الحصول على المجمعات الصناعية الجديدة الكلام اللي أنا تكلمته ده ده فيما يخص الميت إجراء بشكل عام الميت إجراء هي إجراءات طلع بيها توصيات من مجلس الوزراء هذه التوصيات تم تصنفها لقصير ومتوسط وطويل تدينا بنشتغل عليهم انتهينا من 81 إجراء النجاح بالنسبة لنا أن أنا أحس أن هذه الإجراءات وهي مفاعلة على الأرض ابتدي حس بيها رجل الصناعة وصاحب المصنع ويبتدي حس بيها المصدر ابتدي حس بيها صاحب المشروع وهو ده اللي احنا بنشتغل فيه حاليا مع الغرف ومع الاتحادات أن أنا أرصد النتائج الإيجابية لما تم تنفيذه من إجراءات لو أنتوا تخدقوا وأنا بتكلم أول حاجة تكلمتي فيها في الإجراءات كنا بنتكلم على منظومة الأراضي الصناعية والترخيص الصناعية لأن دايما ده من ضمن يعني الملفات الساخنة اللي احنا دايما بنتكلم عليها واللي بتكون دايما عائق فيه الاستثمار وفي التوسط لو أنا تكلمنا المحور التاني محور الترخيص الصناعية كان فيه توجيه احنا دولة رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي اللي أعلن فيه بعض التسيرات لتحسين مناخ الاستثمار كان نوجه أننا الترخيص الصناعية يكون الحد الأقصى ليه أننا أطلع رخصة لمنشأة الصناعية لا يتعدى عشرين يوم لأن مدة إصدار الترخيص كانت من أكتر المعوقات اللي بتقابل صاحب المشروع أو صاحب المصنع بس الترخيص الصناعية أنا عندي أكتر من نوع لإصدار الترخيص عندي الترخيص الفوري أو المخاطر ما بيكونش مرتفع وده وفقا لقانون بيصدر في سبعة أيام وعندي الترخيص الآخر وهو ده دولة الرئيس أكد أنه ما يزيدش عن عشرين يوم مشكلتنا كان في إصدار الترخيص أن هناك كثير من الجهات بنتطر ناخد موافقتها علشان أصدر الترخيص إحنا شكلنا لجنة وعملنا مجموعة من الاشتراطات ومجموعة من الضوابط هي التنمية الصناعية هتقوم بإصدار هذا الترخيص في نفس المدة المقررة ولو في أي إجراءات بيتم اتخاذها بالتنصيق مع جهات أخرى على سبيل المثال وزارة البيئة الدفاع المدين إحنا هي التنمية الصناعية من خلال مكاتب الاعتماد هي هتقوم بهذا الإجراء كل ده علشان تيسير على المصنع وتيسير عليهم في إجراءات التشغيل وفي نفس الوقت لا أخل بمنظومة الأمان والضمان للمصنع اللي احنا بنتجي له الترخيص من أهم المعوقات اللي كانت بتقابل أي صاحب مصنع وأنا يعني أنا بكلم من أرض واقع هو حصوله على الترخيص لمدة طويلة يقدم على الترخيص مش مجرد بأننا اختصرت المدة فقط ولكن عشان أختصر المدة دي لازم يستدبعها إجراءات فإحنا ابتدنا بمراجعة جميع الإجراءات من أول ما المواطن أو صاحب المصنع يقدم على الترخيص إلى الحصول على الرخصة واختصرنا هذه المدة الزمنية وبقى فيه وحدة مشكلة في هيئة التنمية الصناعية لمقابلة أي مستثمر يرغب فيه أنه يصدر الترخيص وفيه بلان واضحة بحيث أن هي خطة واضحة عارف أنه هيقدم هيستوفي قيمة مستندات في سبيل والانتهاء من قيمة المستندات حيبتدي يدخل على دراس الجدوى كلها أمور محددة بتوقيتات زمنية كلها ملزمة أنه ياخد الترخيص فيه خلال 20 يوم بعد ما بياخد الترخيص مش مجرد أن أنا أتحت الترخيص فقط أنا عايزة كل هذه الضوابط تكون معلنة طبعا هي موجودة على الويبسايت تاعة الهيئة ولكن إحنا أصدرنا دليل في كل الشروط والمتطلبات والضوابط بحيث أن أي حد عايز يعرف نوع النشاط بتاعه والمستندات المطلوبة والشروط المطلوبة أنه هو يقدر يحصل عليها بمنتهى السهولة بالإضافة لأننا فعلنا مكاتب الاعتماد ومكاتب الاعتماد دي كانت من ضمن الأليات التي نص عليها قانون التنمية الصناعية ولكن ما كانتش مفاعلة بالقدر الكافي إحنا فعلناها لأن هي الأساس في تفعيل قانون الترخيص الصناعية هو تفعيل مكاتب الاعتماد في نفس الوقت إحنا نصقنا مع وزارة الداخلية نصقت مع وزارة البيئة بحيث أن هو يبقى موجود عندنا في هاية التنمية الصناعية ممثل للوزرات لإستفاء الموافقات والمستندات كل ده تيسيرا على أننا أصدر الترخيص في الوقت اللي دولة رئيس مجرس الصور وزارة أعلن عنه أن الفترة لا تتجاوز إلى عشرين يوم الاشتراطات العامة لأي مصنع طبعا بتكون متوافقة واللي أنا تكلمتي فيه ده بالنسبة للترخيص اللي هي مش الترخيص المسبق الترخيص المسبق ده ترخيص بمنتهى البساطة بيتقدم عليه صحب المصنع بيحصل عليه في خلال مدة سبع أيام وأنا حريصة أن أنا أؤكد على الفترات الزمنية لأننا لو أنا بتكلم على تنمية وبتكلم على تنمية صناعية وبتكلم على استثمار صناعي واجبنا إحنا كحكومة وكدولة أن أنا أؤثر من الجانب الآخر البيئة المناسبة لهذا البيئة المناسبة لهذا هو المستندات اللازمة لتشغيل النشاط وأهمها طبعا زي ما احنا تكلمنا رخصة التشغيل طبعا دي يعني قائمة من المستندات اللي بتطلب ودي كلها حاجات مفهاش مفهاش صعوبة في استخراجها بالعكس وأنا دايما بأحرص وبأؤكد على زميلي أن لما أجي أطلب من العميل يتم طلب المستندات كاملة بحيث أن احنا نيسر برضو عليه ما جيش النهاردة أقول له أنا عايزك تجيب لي شهادة سجل سجاري وبعدين اليوم الآخر البطاعة الضربية لا هي قائمة مستندات بيتم طلبها مرة واحدة ومجرد استفاعها بنبتجي نخش معاه في الإجراءات لإتاحة الترخيص المطلوب مدة الترخيص زي ما أنا نوهت كان سبعة أيام رخص التشغيل بالأخطار ورخص التشغيل المسبق هي اللي بتاخد 20 يوم الموضوع المرتبط بالترخيص والي برضو موضوع له أهمية هو الأراضي الصناعية بنسمع مقولات كثيرة أنا عايز أرضي وما بقدرش أحصل على أرض التعدد الولايات أنا قدمت المجتمعات العمرانية لأنا رحت هياة الاستثمارة جئت التنمية الصناعية دولة رئيس مجلس والوزراء أصدر قرار بتشكيل لجنة هذه اللجنة ممثل فيها هيئة الاستثمار ممثل فيها التنمية المحلية ممثل فيها المجتمعات العمرانية برئاسة هيئة التنمية الصناعية الغرض من هذه اللجنة أن أي مواطن يرغب فيه الحصول على أرض مخصصة لنشاط صناعي يتقدم لهذه اللجنة أيا كان المكان اللي هو عايز يتم التخصيص هو طالب حاجة في المجتمعات العمرانية بيقدم لهذه اللجنة هيئة الاستثمار بيقدم نزيلها هي لجنة واحدة ليها صلاحية تخصيص الأراضي الصناعية لجنة 2100 ومنذ تشكيل هذه اللجنة حقيقة كثير من التحديات اللي كانت موجودة الحمد لله إذن نحن ننتهي بيها لأن معنا كل الأطراف اللي موجودة اللي هي من ولايتها تخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية اللجنة مش مجرد بتخصص أرض فقط ولكن انبسق منها لجان مختصة بالتسعير أنا مش مجرد أخصص أرض أنا لازم أسعر هذه الأرض بما يتفق مع القيمة المناسبة للاستثمار الصناعي بشكل عام التسعير كنا في السابق كل جهة بتسعر وفقا للتكلفة احنا في التوجيهات الأخيرة دولة رئيس مجلس الوزراء وجه أن التكلفة تكون بتكلفة الترفيق فقط لغير تكلفة التسعير بتكلفة الترفيق مفيش أي مصروفات أخرى يتم حسبها على قيمة أي قطعة أرض من الأراضي المخصصة للمشروعات الصناعية هذه اللجنة مسؤولة عن تخصيص الأراضي الصناعية وفقا زي ما قلت بأسعار الترفيق تم إيطاحة نظام آخر وهو نظام حق الانتفاع وإحنا في سبيلنا لوضع المعايير اللازمة لتفعيل هذا الحق لأن احنا كنا في السابق يأما بنملك وبيتم التمليك وفقط ولكن مطالب كثيرة جدا بيطالبوا أن هم ياخدوا حق الانتفاع وبالتالي حق الانتفاع ابتدينا أن نشتغل على الضوابط الخاصة به بحيث إن شاء الله بإذن الله ممكن على بعد العيد بإذن الله هنبتدي نعلن على الإجراءات وعلى الأسعار الخاصة به اللجنة دي برضو من صلاحياتها مش مجرد التسعير والتخصيص فقط ولكن بتحط أولوية أنا بأخصص الأرض لمين فأنا تخصيص الأرض عندي الأولوية الأولى بتكون ليه التوسعات اللي عنده نشاط قائم ويرغى في التوسع ده بيكون له أولوية وبتيجي بعديها المشروعات الجديدة ودراسات الجدو اللجنة دي كان فيها كثير من الإيجابيات لأنها بتجتمع كل 15 يوم وبيتم رفع تقريرها لها كامل الصلاحيات ولكن بيتم رفع تقريرها للعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء إحنا خلال الفترة السابقة دي تقريبا خصصنا في حدود 18 810 ألف متر اللي مشروعات صناعية في العاشر في المينيا في برج العرب في بني سويف في بورسايد في إنا تقريبا لعدد 87 مشروع الفترة السابقة فموضوع تخصيص الأراضي حاليا ماشي بمنهجية في منتهى السهولة واليسر ولكن يقابلها برضو على الجانب الآخر زي ما بخصص أراضي إحنا ماشيين في توجه آخر بمراجعة كل ما تم تخصيصه أي أرض تم تخصيصها ولم يتم البدء في إقامة النشاط ولا السير في نفس المصار الذي تم الاتفاق عليه أنا كدولة أو أنا كوزارة أنا بقوم بسحبها بسحبها لإعادة تخصيصها لمستثمر جاد يقوم بنشاط يعني فعلا بيقوم بنشاط صناعي فعلا بيعمل منتج فعلا بيعمل فرص عمل فهي المنظومة لها شقين وليس تخصيص فقط تخصيص ومراجعة في نفس الوقت الجزء المهم برضو في موضوع التخصيص اللي برضو أحب أكد عليه ثاني المدة اللي بيطلب بيترد عليه في خلال 15 يوم ودي حاجة مهمة جدا اللي بيطلب طلب التخصيص بيطلب يقدم الدراسة بتاعته بيطلب نوع المشروع بتاعه بيتم الرد عليه في خلال 15 يوم لو حضراتكم تلاحظوا إن احنا أكتر حاجة اشتغلنا عليها في المسارات اللي أنا تم ذكرها هي مراجعة كل الإجراءات مش مجرد إن أنا بيسطر فقط ولكن تيسير بحوكمة أنا مش مجرد تيسير فقط ولكن تيسير الإجراءات مرتبطة بحوكمة عشان أقدر أوصل الخدمة لمستحقها سواء تخصيص أرض سواء الحصول على رخصة سواء الحصول على سجل إصناي لأن هي دي البيئة الأساسية اللي تخلي تعمل عندي تنمية في المرحلة اللي إحنا موجودين فيها واللي إحنا كلنا بنوانية دي فيها إن إحنا يبقى لدينا المنتجات بتاعتنا وإن إحنا نستغنى عن إن إحنا نضطر لتلبية احتياجاتنا من الخارج وصل الظروف اللي إحنا طبعا كلكم تعرفوها في الوقت الحالي أنا من ضمن الموضوعات برضو الهمة جدا غير موضوع الأراضي وإزا سمحتولي ممكن أتكلم عليه بشيء من الاستفادة شوية مجموعة موقف المجمعات الصناعية أو موضوع المجمعات الصناعية أنا لما بتم تخصيص أرض بيبتدي المستثمر يبتدي يطلع ترخيص البناء ويبتدي ياخد الموافقات ويبتدي ياخد الموافقات ويبتدي لازم الأرض بتكون مرفقة ويبتدي يبتدي في دراسة الجدوة وإنشاء المصنع ويبتدي يخش فيه هذه المصارات على الجانب الآخر مش كل مستثمر لديه القدرة أنه يمشي في هذه المراحل فكان توجيه الدولة أننا نبتدي ننشئ المجمعات الصناعية الجهزة هو مجرد أنه بيستحوز أو بيتم التخصيص له على هذا المجمع أنه يبتدي يجيب المكان بتاعه ويجيب الرأس المال العامل ويبتدي يشتغل فالمجمعات الصناعية احنا الوزارة أنشأت 13 مجمع في 12 محافظة بتكلفة استثمارية تقريبا في حدود 10 مليار جنيه هذه المجمعات التلاتاشر تستحوز تقريبا على 4,000 هما 4,313 مصنع صغير متوسط لأن المساحات عندي فيه مساحات صغيرة جدا فيه مساحات من أول 48 متر وفيه مساحات بتنتهي ب780 و800 متر ولكن اسمحوا لي هنا هقول حاجة أي مستثمر صغير ومتوسط بيرغب فيه الحصول على أي عدد من الوحدات هو مصرح ليه نقولنا لما طرحنا هذه الوحدات كان كل واحد عايز يجي ياخد بياخد بحد أقصى وفقا لطبيعة النشاط ياخد أربع وحدات ولكن نظرا لأننا فعلا عايزة نسب الإشغال التزيد في هذه المجمعات وعايزة أننا أزود فرص التشغيل وفرص العمالة ابتدينا أننا مش عاملة حد لتخصيص هذه الوحدات طالما أنه هو اللي بيطلبه يتناسب مع طبيعة النشاط يعني حد بيطلب نشاطه هو محتاج أنه يعمل 2000 متر أو 3000 متر مصرح ليه أننا ممكن ياخد في أحد المجمعات ثلاث أربع وحدات مجاورين لبعض بحيث أنهم يتناسبوا مع هذا النشاط المجمعات دي عشر مجمعات منهم في محافظات الصعيد وتلاتة في مرغم وفي البحيرة مرغم والبحيرة والمحلة والعشرة كلهم في محافظات الصعيد إحنا نزلنا إعلان من سنة أو أكتر من سنة لتقريبا العدد من سبع مجمعات نسب الإشغال عندي في بعض المجمعات تعتبر نسب مرتفع جدا على سبيل المثال مرغم 2 على سبيل المثال بنسويف وأنا نسب الإشغال مش مجرد تخصيص فقط ولكن أنا حريصة أن اللي يتم التخصيص أن احنا بنتبعه لغاية لما يتم التشغيل الفعلي منظومة المجمعات كانت بشكل عام كانت في الأول بيتم لها قراصة شروط وبعدين دراسة جدوى وبعدين يتم التخصيص أكتر من نحت رجعنا كل هذه الإجراءات ابتدينا تيسير من أول ثمن كراسة الشروط كراسة الشروط كان العادي السعر بتاعها في حدود 2500 2500 لا ده هنا مش في الكراسة سويني ما فيش هنا بس الكراسة كانت هنا لا ده هنا دي تكريف الكراسة كانت 2500 كراسة كانت كانت تتبع نزلنا السعر يعمى 300 أم أخمسمية وفقا طبيعة المجمع كان بيتاخد مصاريف مقابل تقديم العرض يعني يشتري القراسة وبعدين يجي قدم يقول له إيه هات 1000 جنيه لغينة الكلام ده تكاليف معيارية يعني إيه تكاليف معيارية لتقدم بتظلم أنا قدمت على واحدة جيت أحصل عليها لقيت آخر أو ما تخصصت لي شعايزة تظلم أخذ منه 10,000 جنيه لغينة الكلام ده كل تكاليف معيارية بدراسة طلب التخصيص 2500 فكان في حزمة من المصروفات كانت محطوطة علشان يجي قدم بس ياخد الوحدة كل الكلام ده كان بيعيق طبعا إنهم يتقدم ويحصلوا على الوحدات فبصراحة كل الكلام ده تم إلقائه وفي نقطة همة جدا برضو هتكلم عليها القيمة الإيجارية للمتر إحنا خفضناها وخاصة في محافظات الصعيد أنا كان في حاجة بتصل 27 جنيه نزلت لـ 15 جنيه ونص في حاجة مهمة برضو إننا كنا بنلزم اللي يجي يقدم للحصول على وحدة واحدة في المجمع إنه يبقى عنده سجل تجاري فمعنى إنه عنده سجل تجاري إنه عنده نشاط بالعكس أنا عاملة ده حتى لو حد ما عندهش حاجة وعايز يبتدي يشتغل أهلا وسهلا إنه يشتغل فإحنا قلنا أي حد عنده الجدية ويجي يقدم وبنيجي مهلة في خلال ثلاث شهور إنه هو يطلع مسانداته سجل تجاري وبطاقة ضربية على الوحدة المخصصة لي قلنا إنه إحنا هيتم التخصيص أنا مش هبتدي أخد منه إيجار قبل ستة شهور لأنه لسه ما اشتغلش فبديله فترة سماح ستة شهور ما بناخدش أي مقابل في مقابل إنه هو يشتغل وستة شهور دي ممكن تصل لتسعة شهور في حالة إنه هو ابتدى يشتغل ولكن محتاج بعض من الوقت مدة الإيجار كان في السابق كانت خمس سنوات إحنا فتحناها لعشر سنوات قابلة للتجديد طالما النشاط بيشتغل وإنه في جدية كان قبل كده التخصيص أكتر من واحدة زي ما قلت لحضراتكم كنا بنتكلم وحدتين وثلاثة واربعة وكنا لفترة قريبة كنت على الحد الأقصى ثمان واحدة وبعدين ابتدى يجي لي طلبات بجد إنهم في المشروعات إن هي بيستحوز على عايز عشر وحدات واثنشر وحدة طالما يتطفق ما تم التقديم عليه مع دراس الجدو أو متطلبات المشروع إحنا ما عنديش مشكلة الغرض من هذه المجمعات هي إتاحتها للمصنعين إتاحتها لأصحاب المشروعات إنه هو يبتدي ينتج إنه هو يشغل عماله هو ده الهدف الأساسي من إتاحت هذه المجمعات فإحنا على الجانب الآخر عملنا كل التسيرات اللي ممكن إن هي تتوفر بحيث إننا أنجح فعلا في التشغيل لهذه المجمعات أنا عايز أقول حاجة نهائية في الحكومة وما بقولش وزارة تجارة وصناعة أنا بكلم على الحكومة بشكل نعام من ضمن أهدفها وأولوياتها هي التنمية الصناعية لأنه هو ده مجالنا الأساسي في الوقت الحالي علشان إننا يبقى عندي منتجي المحلي صنع في مصر وفي نفس الوقت عندي المنتج لأننا أباهي به بره وبزود به معدل صادرات وعشان أصل لمعدل صادرات إننا التارجة أو الهدف اللي محطوط إننا أصل لمية مليار دولار أنا علشان أقدر أصل لهذا الرقم لابد يبقى عندي تنمية صناعية حقيقية أنا عشان أقدر أعمل عندي تنمية صناعية حقيقية ابتدأت أشتغل على العدد من المحاور اللي أنا اتكلمت عليكم فيها دي اتكلمت على إجراءات تحفيزية اتكلمت على بعض التعديلات التشريعية اتكلمت على بعض منظومة تخصيص الأراضي لإقامة المصانع في نفس الوقت إقامة المجمعات الصناعية وكل ده إنه هو يبقى فيه نوع من الحكومة بمسانداته بالترخيص اللازمة ليه إحنا النهاردة برضو من ضمن الأشياء الإيجابية اللي إحنا بصراحة يعني الحمد لله أنا بأشرف إن أنا بتولى هذا الملف وبأشرف بهذا الدعم بصراحة اللي أنا دايما باخده كان من ضمن المطالبات الحديث عن الضريبة العقارية على المصانع النهاردة في مجلس الوزراء أتم إصدار قرار بتأجيل الضريبة العقارية على القطاعات الصناعية لمدة ثلاث سنوات الحكومة ستتحمل هذا العب عن رجال الصناع وفي قطاعات صناعية يعني غزائي منسوجات أساس جلود أنا خايف أن أنا أذكرهم كلهم أنسى حاجة ولكن عن جميع قطاعات الصناعية وأنا شايف أن القرار ده قرار يعني في وقته مناسب والقرار ده كان كثير من رجال الصناع كانوا بيطلبوا به منذ فترات من وقت ما كنا في جائحة كورونا أننا يحصل نوع من المعالجة لدريبة العقارية على موضوع المصانع شكرا 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 مع الوزيرة كل صوت طيبين أنا بس كنت عايز أسأل اللجنة اللي حضرت طبعا أشرت لها اللي هي بتيسر الترخيص الأراضي اللجنة دي المستثمر بيتقدم لللجنة فين اللجنة مقرها وهيئة التنمية الصناعية ولا فين يعني المستثمر نفسه بتقدم لها فين الجزء الثاني حلم المئة مليار دولار نحن إن شاء الله ده هو مش حلم هو مستهدف بإذن الله ممكن نصلوا في ظل طبعا هذه الحزمة المهمة جدا من التسيرات خلال قدية إن شاء الله حاضر أولا اللي بيتقدم للحصول على أي أرض صناعية يتقدم فهائة التنمية الصناعية مش معنى إن هو بيتقدم هو أن لازم الأرض بتاعته فهائة التنمية الصناعية ولكن بيتقدم فيه وحدة وفيه شباك معمول فهائة التنمية الصناعية لقبول طلبات تخصيص الأرض ده ده أول شق الشق الآخر اللي حريتك نوهت عليه لمية مليار صادرات على فكرة ده هدف ومش هدف بعيد المنال بدليل إن احنا الحمد لله العام الماضي في ظل الظروف اللي احنا كنا موجودين فيها قدرنا نحق 32 و 13 مليار دولار بمعدل نمو تقريبا كنا دخلنا في 14% أو 25% إحنا الفترة دي رغم الظروف اللي موجودة ورغم الأزمة اللي احنا موجودين فيها والأزمة الروسية الأوكرانية إحنا معدل النمو من أول يناير لغاية مايو تجاوزنا 26% عن ما تمت حقيقه في نفس المدة فإحنا إن شاء الله لو مشينا بهذا المعدل هنقدر نصل إلى المستهدف بتاعنا آخر العام بنعطنا طبعا إن احنا معدلات النمو تزيد ولكن زي ما سيادتك قلت أو زي ما حالك بتقول إحنا وفقا لظروف السوق فبنشتغل على الجانب الأخر كل التيسيرات وكل اللي أنا ذكرته ده علشان أحفز القطاع الصناعي عشان فعلا أصل لتحقيق الميت مليار بالإضافة حاجة مهمة جدا بنشتغل عليها إن احنا بنستشرف فتح أسواق جديدة يعني إحنا دلوقتي فيه كثير الأزمة دي ولدت إن فيه بعض التراجع في وردات وصادرات لدول كتير إحنا بقى إحنا بنشتغل على إننا بنشوف إيه الدول اللي كان فيه سوق معين بيخش فيها أنا أقدر أدخل فيها إيه سوق تاني إن أنا أقدر آآ أخذ منتجي منه بالإضافة لحوافز خاصة إن شاء الله بإذن الله بنشتغل عليها للسوق الأفريقي لأن ده هدف إن احنا نصل إلى الأسوق الأفريقية في الظروف اللي احنا موجودين فيها وإحنا بنشتغل على ملف خاص للسوق الأفريقي سؤالة الوزيرة هناك اهتمام كبير من الحكومة المصرية بخصوص دعم للصادرات ده طبقا للتكلفات القيادة السياسية يعتبر دعم كبير بالنسبة للصناعة المصرية إزاي يعني وزارة التجارة والصناعة تستفيد من إطلاق منصة مصر الرقامية اللي هو تم إطلاقها بالأمس القريب الأمر الآخر يعني سريعا بالنسبة لي يعني العمالة أو العنصر البشري اللي ممكن تقدموا وزارة التجارة والصناعة للتدريب البشري أنا فيما يخص دعم الصادرات زي محراتك بتقول ودعم الصادرات والبرنامج اللي تم وضعه واشتغلنا عليه منذ جائحة كورونا بسداد المتأخرات اللي كانت من 2016 كانت هي السبب الرئيسي في أننا أصل بمعدل صادراتي إلى ما سبق أننا قلت عليه ده شق الشق الآخر أن احنا ساعدنا أن كثير من الشركات المصدرة في ظل غلق الأسواق الخارجية أن هي يتوفر لها ألسولة اللازمة من خلال برامج المساندة التصدرية وبالتالي تبتدي العملية انتجارية بتاعتها لا تتأثر في نفس الوقت معدلات التجريل بتاعتها موجودة الجزء اللي حرارتك قلت بقى فيما يخص منصة نصر الرقمية أو التعاون مع وزارة الصلاة بشكل عام احنا فيه توجيه واحنا بنشتغل عليه وده كان من ضمن الإجراءات المئة إجراء اللي أنا تم ذكر لهم وهو مايكانت صندوق دعم الصادرات يعني احنا من ضمن المئة إجراء الإجراءات اللي احنا كحكومة شايفين أن هي هتكون مفاعلة لزيادة الصادرات إن أنا أماكن هذا الصندوق ده اتفق مع الحرارتك بتقوله إن مايكان لي لسهولة سهولة صرف هذه المسندة عشان يبقى عندي قاعدة بيانات قادر أن أنا أربطها عند قاعدة بيانات المصدرين قادر أربطها بأسواق مستهدفة أعمل نوع من التكامل ما بين صادرات واردات واحتاجات وخمات فإحنا من شاء الله مع وزارة الاتصالات في هذا وإن شاء الله بإذن الله يعني نحنا في خلال حد أقصى ثلاث شهور لازم نكون انتهينا من المكان بشكل كامل محمد إبراهيم جريد دستور كل صناعة حضرتك طيبة وكل عضاء فريق الحكومة بخير بنشكر حضرتك كل عضاء فريق الحكومة على الجهود الكبيرة التي تبزلوها كنت عايزة أسأل حضرتك عن هناك عدد من الصناعات بتعاني منذ فترة من ارتفاع السعار المحروقات وبعضها توقف مثل صناعة الطوب الطافلي هناك عدد كبير جدا من المصانع وها صناعات كسيفة العمالة هل على طويلة أو على أجندة اتتماماتكم النظر لمثل هذه الصناعات شكرا فإنك أخذ بالمرة وأرد بمرة بحدة يعني هو تقريبا السؤال في نفس الاتجابة السنة هقول لحضرتك أن قبل أزمة روسيا أوكرانيا كان دايما قطاع الصناع يتحدث عن أسعار الوقود أنت اللي حترد أنا ما رديتش ها حاليا تقضيت أسعار الوقود بعد أزمة أوكرانيا روسيا هو طبعا حصل متغيرات في العالم كله هل يعني أنا مش عارف وجهة نظر الوزارة من الممكن أن هي تقدم تسهيل ولا تبقي على الوضع كما هو عليه شكرا خلينا اتفع محارتك ومحارتك أنا هقدم تسهيل ليه أنا بقدم تسهيل في حالة أنا احنا كل اتكلمت عليه يعني أنا جايز اتكلمت عليه وعدت عليه بصورة التيسيرات والتحفيزات دي لأن هناك مشكلة وهناك تحدي وهناك تكلفة فأنا بساعد فيها عشان أصل بالمنتج بتاعي أنه سعره وتكلفته تبقى سعر مميز ولكن في ظل الأسعار اللي موجودة عندنا حاليا لأسعار الطاقة أظن أن احنا أسعارنا احنا ما حصلش علينا أي زيادة في أسعار الطاقة في خلال الأزمة اللي فاتت دي الفترة الماضية مقارنة باللي بيحصل في دول العالم فأنا هقدم تسيرات ايه أنا بالعكس ده أنا اللي عايز الدعم لأن احنا وأكيد حضراتكم تعلموا ملتزمة بيه لسعر البترول حاليا لسعر تضاعف في ظل الأزمة اللي حصل بالعكس أنا حصل نتيجة هذه الأزمة عبق علي كحكومة وكدولة وكموزنة برغم عن هذا أنا ما رجنتش أي حاجة من هذه الأعباء على المصنع ولا المنتج بشكل نعي اللي هو طب قول ما أنا مش فأي معلش وضح لي دعم صناعات توقف تاني يعني هناك صناعات مثل صناعة الطب الطفل في منطقة في الغربية في زبطة في منطقة في عربة بشاعدة صناعية هذه الصناعات تعني كثيرا وتوقف أغلبها وهذه الصناعات كسفة العمالة فهل هناك دعم لمثل هذه الصناعات لتعمل مجددا آه طبعا آه طبعا آه أنا حقول حقول لح حريق حاجة لا إحنا حتقول لي إيه الدعم اللي هم طلبينه إحنا بالتواصل معاهم أعرف طلباتهم وشوف إيه أنا أقدر أساعد به إحنا أكيد إحنا كدولة أو كحكومة أنا عمري محط آخر عن خالص تفضل تفضل هذه الإجراءات التي تتخذها وزارة الصناعة هل بعد انتهاء مشروعات حياة كريمة هل هناك حلم للصناعة المصرية بأن تكون الجمهورية الجديدة هي جمهورية صناعية الأهداف التي تضعها أكيد 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 يعني حريقتك هتلخص يعني نعتبر أن احنا مشروع حياة كريمة مشروع حياة كريمة الحمد لله يعني هقولك جيف وقته جيف وقته فعلا في الظل الظروف اللي احنا موجودين فيها وظل اللي كنا أزمة كورونا وظل الأزمة العملية اللي احنا موجودين فيها لأنه هناك مشروعات قومية هناك منتج مطلوب وبالتالي أنت محتاج منتج من الناحية من الناحية الأخرى أنت محتاج مصنع عندك تشتغل تلبية هذا لهذا لهذا المنتج أكيد هو مش هينتهي لأنه هو لسه قدامه فترة من الفترات ولكن ده أكيد هتديك خطة لخطة توسعاتك يعني أنا لو أنا مستهدافي أن أنا كنت بانتك بشكل معين موسير بحجمه معين أكيد أنا أصحاب هذه الصناعة عاملين خط التوسع علشان تجيبه اللي موجود ومش مجرد بقى أن أنا أسد فجوة محلي إحنا طموحنا أكبر من هذا وإحنا عايزين أن إحنا نستشرف الأسواق الخارجية شكرا شكرا لها شكرا لها شكرا لها شكرا لها شكرا لها شكرا لها